أنا شاب في التاسع عشر من عمري وقد حداني الله إلى طاعته ولأداء الصلاة في أوقاتها ولكنني أحيانا عند قيامي لصلاة الفجر أتأخر عن الحضور إلى المسجد فلم أصل إلى المسجد إلا وقد قامت الصلاة فأصلي معهم وسؤالي هل أصلي راتبة الفجر بعد صلاة الفجر مع العلم؟ أن صلاتي بعد الفجر مع العلم؟ أنني أعلم أن الصلاة بعد الفجر نقروها جزاكم الله خيرا ما عليك أن تتقدم إلى المسجد بحيث تتمكن من عداء السلة الراتبة قبل الإقامة وتحصل على أجر انتظار الصلاة في المسجد لأنك مصانح عظيمة تفوت عليك بالتأخر إما المجيثة والصلاة تقام فإنك تصلي الفريضة مع الجماعة ولا بس أن تصلي راتبة الفجر بعدها لما جاء في الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي بعد الفجر فسأله عن هذه الصلاة فأخبره أنه يصلي راتبة الفجر لأنه لم يتمكن من عداءها قبل الصلاة فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم عنها فهذا جائز وإن أخرتها إلى ما بعد ارتفاع الشمس فإنه أحسن أما إن خفت أنك لا تتمكن من صلاةها وقت الضحى أو تنساها صليها بعد الفجر ولا حرج عنه